شخصية الإمام الحسن المجتبى عليه السلام في ديوان أهل البيت للدكتور المرحوم محمد حسين الصغير قراءة واستدلال هو عنوان الورقة البحثية للزميل الكريم السيد نوفل عبد الأمير الحمامي يتفضل مشكوراً لإلقاء هذه الورقة البحثية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي مدح بالكتاب نفسه وابتدأ بسورة الحمد كتابه وجعلها أول محل نعمته وآخر جزاء أهل طاعته والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا وشفيعنا يوم الدين أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين صلى على محمد وآله محمد السيد المتولي السيد الأمين العام السادة الحضور الأسادة الكرام مع حفظ الألقاب والمقامات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبارك لكم عيد الغدير الأغر ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين عليه السلام وأن يرزقنا وإياكم شفاعته في الدنيا والآخرة بحث بعنوان شخصية الإمام الحسن عليه السلام في ديوان أهل البيت عليهم السلام السلام للدكتور المرحوم محمد حسين الصغير رحمه الله قراءة واستدلال عرف الكثير من المسلمين الشمائل التي اختص بها الإمام الحسن عليه السلام وما حباه الله به من سمات خصائل فهو شبيه ورسول الله صلى الله عليه وآله في أخلاقه وجوده وشجاعته إلى آخره من الصفات الحميدة الأمر الذي كان حافزا للوقوف عند هذه الشخصية العظيمة وما حملته ورصد مزاياها وما اتسمت به من خلال قراءة واعية وفاحصة في ديوان أهل البيت عليهم السلام للاستاذ الدكتور المرحوم محمد حسين الصغير والسعي إلى تحليل هذه الأوصاف والاهتداء إلى ما اتسمت به هذه الشخصية وكذلك ما حمله الاستدلال على ما عرضه شاعرنا الصغير في ديوانه وما تكلمه عن الإمام وما روي عنه في خطبه ورسائله ووصاياه اختلف الدارسون في معذرة اختلف الدارسون في حدهم لمصطلح الشخصية وفاعليتها في البحث الأدبي ولكنهم اتفقوا في أنها مجموعة العادات والعواطف التي تميز الفرد وتجعل أفعاله ثابتة نسبياً ويمكن توقع صدورها عنه لذا صارت الشخصية خليطاً من المؤهلات الفطرية كالوراثة والمهارات المكتسبة فضلاً عن عامل التربية والنشأة وبناء على هذا الفهم فأن الشخصية ما هي إلا خصائص وجدانية وأخلاقية وعقلية وفكرية تهب في مجموعها هوية الفرد التي يتميز بها عن غيره وقد عد بعض الدارسين شكل الإنسان وسماته الخارجية جزءاً من مكوناته الشخصية وهذا لم يقنعنا في أي حال من الأحوال لأن شكل الإنساني ومحدداته المادية تتراجع إلى مراتب متأخرة إذا ما أخذنا بالحسبان المتبنيات العقلية والفكرية والأيدولوجية والعواطف الإنسانية قبل الملخص معذرة تعرضنا في هذا البحث إلى شخصية الإمام الحسن عليه السلام وهي محاولة للوقوف على سمات هذه الشخصية العظيمة في هذا الديوان وفي الوقت ذاته استدللت بما قاله الإمام الحسن عليه السلام في خطبه ورسائله ووصاياه وعلى ما تعرض له الشاعر حيث انتظم البحث على محورين المحور الأول شخصية الإمام الحسن عليه السلام من حيث الإمامة وتتبعت في هذه الشخصية العظيمة في هذا المحور ورصدت بعض المزايا التي تناولها ديوان أهل البيت عليه السلام للدكتور الصغير منها الإمام والسياسي والشفيع والمعصوم والهادي إما المحور الثاني فكان بعنوان شخصية الإمام الحسن عليه السلام الإنسانية تعرضت فيها إلى نسبه الشريف وكرمه وصبره وبلاغته وشجاعته وزهده وقد سبق ذلك كله مدخل من شقين تعرضنا في الأول إلى مفهوم مصطلح الشخصية إما الثاني فكان بعنوان دكتور محمد حسين الصغير شاعرا وانتهى البحث بخلاصة ممكن أن نجمل بعض ما ورد فيها تعد الإمامة المزية الأهم في شخصية الإمام الحسن عليه السلام فهو من أهل البيت عليه السلام الذين اصطفاهم الله تعالى وقد وظف الشاعر في هذه السمة في ديوانه وفي توظيفه اعتمد على تبيان امتداد الإمامة فيه إما الإمام الحسن عليه السلام فقد تعرض إلى إثبات إمامته في مناسبات عدة ومن هذه المناسبات ما برح من تذكير الناس من أنه صبط النبي صلى الله عليه وآله وأن إمامته منصوص عليها وأن طاعته فرض من الله تعالى في القرآن الكريم أيضا رسم الشاعر الصغير السياسة الحكيمة التي تمتع بها إمامنا الحسن عليه السلام فعد سياسته إنقاذا للمسلمين وأن المثال الأبرز الذي يمكن أن نتلمس به هذه السياسة الرشيدة هو صلحه سلام الله عليه مع معاوية والذي حفظ به وحدة المسلمين وحفظ به الإسلام من التصدع تعد الشفاعة من المزايا المهمة التي تجسدت في شخصية الإمام الحسن عليه السلام وقد تعرض لها الصغير في ديوانه وفي المقابل ذكر الإمام الحسن عليه السلام المسلمين بما حباه الله واصطفاه حتى صار شفيعا لهذه الأمة وأيضا استدل الإمام الحسن عليه السلام على عصمته بآية التطهير وهي محاولة منه لإعادة الناس إلى جادة الصواب والرجد وقد لامس الصغير في هذه المزية في مواضع عدة راسما صورة الإمام المعصوم من الذنب والخطأ قرن الشاعر الصغير بين هداية الإمام والشموخ وبقاء الأمة فهو وريث الأنبياء عليهم السلام الذين ما أرسلوا إلا رحمة للبشرية وهداية لهم وقد تعرض أيضا إلى تعداد مصادر هذه الهداية في شخصية الإمام سلام الله عليه من إيمان غاسخ وحكمة ونبل وأخلاق سامية وحل وقد دعا الإمام المسلمين عليه السلام في مناسبات عدة إلى اتباعه وطاعته فهو الهادي إلى سبيل الحق وأيضا تعرض الشاعر إلى نسب الإمام عليه السلام في كل مرة يحاول أن يقرن هذا النسب بالإمامة وهذا عينه ما لجأ إليه الإمام الحسن عليه السلام في خطبه ورسائله إذ كان يذكر الناس بنسبه بوصفه وسيلة لإقناع الناس في اتباع الحق كما لجأ إلى عقد مقارنة بين نسبه الشريف ونسب معاوية ليتبين للناس أيهما أحقوا بولاية أمر المسلمين أيضا امتازت شخصية الإمام الحسن عليه السلام بالكرم حتى لقب بكريم أهل البيت وهذا ما تقترق إليه الشاعر وما لمسناه من الإمام عليه السلام في ذمه للبخل وبيان مكانة الكرم في نفسه إما الصبر فهو السمى الأبرز عند أهل البيت عليه السلام وعموما عند الإمام الحسن عليه السلام خصوصا فقد صبر على معاوية الذي سلب منه الخلافة كما صبر على من خانه وغدر به من أتباعه كما صبر على قلة الناصر والمعين وكل ذلك لمسناه جليا في كلام الإمام عليه السلام وكما رسم صورته الشاعر في ديوانه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لخدمة الدين والمذهب والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين والسلام عليكم شكرا جزيلا لجناب السيد نوفل عبد الأمير على ورقته البحثية ندعو له بالتوفيق والطراد النجاح بحق محمد وآل محمد ترجمة نانسي قنقر